نظمت جمعية رسالة للأعمال الخيرية أحدى مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموية فاعلية توزيع صناديق مواد غذائية وبطاطين على 500 من الأسر من أسر الفئة الأولى برعاية والأكثر احتياجا بمحافظة الإسماعيلية وذلك بمشاركة عدد كبير من متطوع التحالف ضمن مبادرة شتاء دافئ يأتي ذلك تنفيذة لتوجهة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا وتماشيا مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وفقا لخطة الحماية الاجتماعية الخاصة بالتحالف والتي تم وضعها لتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجا بجميع محافظات الجمهورية لتخفيف العبء عليهم وكذلك كحدة الأثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية ضمن خطط التحالف الوطني للجماعات الأهلية بنكمل النهاردة عمل قوافل المساعدات للأسر الأولى بالرعاية ضمن رؤية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير الرعاية الاجتماعية للأسر المستحقة النهاردة جايين بنوزع 500 صندوق مواد غزائية مع 500 بطنية في مبادرة شتاء دافئ ترجمة نانسي قنقر نانسي قلع